ذكر الشيخ محمد بن سليمان لمهنة أن الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل رحمه الله تعالى في سنة 1378 خرج من مكة يريد القصيم وركب سيارة فورد وانيت فكان قد صعد في الغمارة أو الكشن الأمامي ومعه سائق السيارة وركب في حوض السيارة أو البدي في ذلك الوقت ثلاثة نسوة أو ثلاث نسوة إحداهن زوجة الشيخ عبدالله بن عقيل وقد أعد لهن المكان في الحوض أو في البدي ولم يكن حرجون في ذلك الوقت من ركوب النسوة أو الرجال في حوض السيارة فخرجت السيارة وبينما هم يمشون ما بين الحناكية إلى عقلة الصدور في الطريق إلى القصيم ليلا على طريق ترابي نام النسوة في حوض السيارة وكانت زوجة الشيخ معها طفل رضيع للشيخ عبدالله بن عقيل وفي أثناء نوم زوجة الشيخ والنسوة وإذا بالطفل الرضيع يسقط من حوض السيارة أو البدي مشت السيارة وبعد مدة استيقظت الأم فلم تجد ابنها فصارت تصرخ وتبكي ونبهت زوجها فلم يعنفها الشيخ ولم يعاتبها وإنما نبه السائق للعودة ليلا وقال له احذر لأن الجادة مسلوكة ونخشى أن يكون الولد قد سقط في هذه الطريق وبعد مدة وإذا بهم يجدون سواد الطفل لم يصب بأذى إلا جرحا في رأسه من أثر سقوطه لكن الولد سلمه الله فلم يتعرض لإصابة بالغة من سقوطه ولا لإصابة سيارة ولا لأكل الذئاب وهذا الولد الصغير عمر وما زال موجودا حفظه الله وهو ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبدالله بن عقيل رحم الله الشيخة وحفظ الولد ترجمة نانسي قنقر